استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع أهم المؤشرات الأولية للربع الأول من العام المالي الجاري تظهر البيانات الأولية استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 20-22-20-23 بواقع 4.4% رغم تحديات العالمية فضلا عن التوقع أن يحقق الاقتصاد نموا يقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري كما استعرض الاجتماع تفاصيل متابعة البرنامج المصري مع صندوق النقد الدولي وأهم المستهدفات خلال المرحلة المقبلة